من أورفا الصحفي في شبكة فرات بوست صهيب الجابر صهيب مرحبا بك معنا في هذه النشرة براورينت وأشكرك على انضمامك لنا فيها هل موضوع انتشار فيروس كورونا في مناطق الشمال الشرقي بالتحديد في مدينة الطبقة وما حولها هو عبارة عن حجة فقط صهيب لكي تفرض ميليشيا قصد حذر تجوال تام في المنطقة هناك نعم بداية نحييكم سادة مشاهدي أورينت يعني حقيقة الواضح هو هذا بالضبط الواضح هو أنه هناك تذرع بموضوع انتشار جائحة كورونا في هذه المنطقة وهو أمر لا يخفى على أحد بالفعل هناك تفشي الآن في الأونة الأخيرة للإصابات بالفيروس ووفيات بالعشرات دعنا نقول بحسب آخر إحصائية وصلتنا في مناطق نفوذ قصد بسبب تردي الواقع الطبي في هذه المنطقة والكثير من الأمور السلبية لكن ما يحدث الآن في مدينة الطبقة تحديدا هو أمر آخر اليوم خلال الأسبوع دعنا نقول هناك حملة تجنيد قصري من قبل قصد تشنها في عدة مناطق في جميع المناطق لا نبالغ كل مناطق نفوذها في الحسكة والرقة ودير الزور وهناك خلال أسبوع الماضي فقط وحده هناك أكثر من 350 شخص تمت اعتقالهم من قبل قصد بذرائع وحجج واتهامات كثيرة لكن الهدف الأساسي هو تجنيدهم قصرا في صفوفها وهذا ما أعلنه بعض المسؤولين أو بعض القياديين في قصد الذين تحدثوا طبعا عن حالة الحشد باتجاه جبهة عين عيسى التي أيضا من الطرف الآخر يعني هناك تعزيزات عسكرية لفصائل معارضة فيها واستقدام أيضا لعدد من الآليات إلى هذه المنطقة لذلك بدأت قصد على الفور بحملة اعتقالات مدينة الطبقة وأيضا منطقة تل براك ومنطقة ريف دير الزور الغربي تحديدا شهدت مظاهرات عقب الأهالي الذين تظاهروا بأن يتم اقتيادهم الخدمة في صفوف قصد وما يسمونه قصد واجب الدفاع الذاتي الذي حقيقة لا يعرف له أي مصدر قانوني لا يوجد أساسا سلطة قائمة معترف بها من قبل أي جهة دولية بقصد على أنها كيان يمثل الدولة كي تقوم بتجنيد هؤلاء الشبان اليوم مسألة تتكرر في معظم المناطق من بينهم عفوا يعني لكن نقطة مهمة جدا من بين المعتقلين أطفال بحسب ما وصلنا هناك أطفال تمت تجنيدهم دون السن القانوني ومن بينهم معلمين أيضا ولكن بالنسبة لفرض حظر التجوال في الطبقة وما حولها هل هناك التزام أصلا صحيح بحسب ما يصلكم من معلومات؟ لا يوجد لسبب أن الأهالي في هذه المنطقة يحاولون تهريب أبنائهم من الطبقة ومن الرقة عموما باتجاه مناطق الشمال السورية ومنها يتوجهون إلى أراضي التركية وباتجاه أوروبا تحديدا يعني هذا ما يحدث في الأونة الأخيرة هناك طريق محفوفة بالمخاطر من مختلف المناطق سواء مناطق نفوذ قسد أو مناطق نفوذ نظام الأسد والميليشيات والتفرعات تابعة لهما باتجاه الحدود ومنها إلى أوروبا هناك موجة جديدة من النزوح في هذا الطريق الذي هو طريق مجهول الطريق نحو المجهول هكذا نستطيع أن نسميه الآن بسبب الضغوطات على كل الأصعدة على المستوى المعيشي والمستوى الأمني وكل الأصعدة وضحت الفكرة أكتفي معك بهذا القدر وأشكرك جزيل شكر صحيب الجابر الصحفي كنت معنا عبر سكايب من أورفا